العملون على الزكاة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام الذين يوكلهم ويعينهم ولو الأمر أو الحاكم أو من ينبو عنه لجمع الزكوات وجباة الصدقات ينقسمون إلى الجباه وهم الذين يسيفرون إلى البلدان وإلى القرى وإلى المدن لجمع الزكوات وجبايتها والنوع الثاني هم الحفاظ الذين يقومون على حفظ الزكوات هذا نوع آخر هؤلاء اندرجون أيضا تحت قول تعالى والعاملون عليه هؤلاء الحفاظ وهناك قسم ثالث وهم الذين يقسمون الزكاة على أهلها يقسمون الزكاة على أهلها يبقى فيه كم قسم ثلاث أقسام الجباه والحفاظ والقاسمون القاسمون الذين يقسمون الأموال على الفقراء والمساكين والمحتاجين طيب الوضع الحالي أو الواقع المعاصر يدخل في الجباه أو في العاملين عليها المؤسسات والإدارات التي تعينها الدولة وتخصصها الدولة لجمع الزكوات ولتوزيعها على الفقراء والمساكين وفق الضوابط الشرعية وبهذا صدرت أكثر من فتوى لمنظمات وجمعيات ولجن فتاوى في العصر حديث فالعاملون على الزكاة يندرج فيهم المؤسسات التي تعينها الدولة وتخولها بجمع الزكوات وتكلفها بتوزيعها على الفقراء والمساكين ويد هذه المؤسسات على الزكوات يد أمانة يد أمانة يجب عليهم أن يؤد هذه الأمانة مراقبة لله جل وعلا على وجه يرضي الله سبحانه ثم يدهم على المال أيضا يد أمانة بمعنى أنهم لا يضمنون هلاك المال الذي في يدهم إلا في حالة التعدي والإهمال والتفريط والتقصير وتبرأ ذمة المزكي الذي يسلمهم هذه الزكوات خلاص تبرأ ذمته نص على هذا الحنبلة وكثير من أهل الفضل العلم حتى من علمائنا المعاصرين طيب هل يعطى العامل على جمع الزكاة من الزكاة إن كان غنيا والجواب نعم والجواب نعم لأنه لا يعطى لفقره وإنما يعطى أجرا نظير عمله انتبهوا لهذا لا يعطى لفقره كما كان في المصر في الأول والثاني الفقراء المساكين بل يعطى العامل على الزكاة لأجرا على عمله فيعطى ولو كان غنيا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم فأجل الاستشهاد أنه أطلق حق العاملين في الزكاة ولم يشترط سبحانه وتعالى أن يكونوا من الفقراء وأنه جل وعلا جعل العامل على جمع الزكاة صنفا مستقلا ومصرفا ثالثا من مصارف الزكاة غير الفقراء والمساكين فلا يشترط وجود معنى الفقر والمسكنة في العاملين على الزكاة فمجرد أن يعين وأن يكلف بجمع الزكاة صار عاملا على الزكاة ويجوز أن يأخذ من الزكاة بالقدر الذي يحدده له وليه الأمر أو من ينوب عنه أو المسؤولون عن ذلك نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره من أهل العلم والفضل